اشتركوا في القناة للامة بمناسبة الذكرى التاسع والستين لطورة الملك والشحب ان المملكة حققت خلال السنوات الاخيرة مكاسب دبلوماسية بخصوص الوحدة الترابية ابرزها الاعتراف الامريكية بمغربية الصحراء ومواقف عدد من البلدان الايجابية تجاه هذا الملف المفتعل واردف جلالة الملك محمد السادس قائلنا نثمن عاليا موقف اسمانيا من قضية الصحراء المغربية على اعتبار ان مادريد تعرف جيدا خبايا هذا الملف هذا وفي ذات الصياق جددت الحكومة الاسبانية اليوم تأكيدها على مغربية الصحراء ودعمها للمقترح المغربية المتعلق بالحكم الذاتية كحل وحيد قابل للتطبيق تحت الصيادة المغربية ونقلا عن مواقع عالمية اسبانية متطابقة فقد اكدت ايزابيلا رودريغيزا المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية ان موقف بلادها واضح فيما يتعلق بالصحراء المغربية خلال مرورها ببرنامج على القناة الاولى الاسبانية اليوم 22 غشت 2022 ووفق المصادر ذاتها فقد صرحت المسؤولة الاسبانية خلال سؤالها عن مضمون الخطاب الملكية بمناسبة طورة الملك والشعب ان النزاع المفتعل منذ قرابة 50 سنة حول الصحراء المغربية كما اكدت اسبانيا يجب ان ينتهي نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء